موسيقى السلام عليكم وحمد الله وبركاته دكتور أمير بركان مناظر الإيكولوجي غواص دولي ورئيس جمعية بروبيوم لحماية التنوع البيولوجي البحري كيفاش نتعلم الغوص بالقارورات الابلونجي سوماري الغوص بالقارورات في الجزائر تكفل به في الجزائر الفيدرالية الجزائرية للإسعاف الإنقاذ ورياضات البحرية فدرالية الغوص هذه الفيدرالية عندها رابطات وكل النوادي على الساحل الجزائري تقريب كمية وخمسين نادي بين خاص وعام كامل هما لكونوا الغواصين درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة ثم المدربين درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة الغوص بالقارورات طبعاً ككل الرياضات أو الحاجة يخضع إلى فحص قلبي لأنه للأسف كان أمراض لا يسمح لكم أنه يدعوا الغوص بالقارورات وهي كثيرة منها لازم يعود سيفير منها الإبيليبسي منها أمراض الأذن والأنف والحنجرة بعض الأمراض لا يسمحوه هذه أمراض ثانية قبل ما تبدأوا الغوص بالقارورات لازم أنه الإنسان يدعوا فحص طبي يدعوا باش يسمح لكم أنه تمارسوا هذا الرياضة الحمد لله على الشريط الساحلي على 14 ولاية كاين قريب 150 نادي إذن قريب ما كانش ولاية لمفاهاش على الأقل نادي واحد للغوص وفي بعض الولايات الكبيرة كاين العشرات اليوم رياضة عكس ثمانينات وتسعينات اللي كانت مجهة إلى فئة معينة اليوم مفتوحة للناس كل وكل النوادي تعطيكم العتاد اللازم يعني باش تمارسوا هذا الرياضة يسمى لا داعي لشراء العتاد اللي في بعض الحالات قدر يتكلف يعني ميزانية طبعاً لحبي مارس الغوص لازم يكون يعرف يسبح لازم يكون يعرف يعوم ويكون في لياقة بدنية كافية طبعاً غياضة مجهة للرجال والنساء الشباب والأطفال بعد 14 أو 15 سنة في بعض النوادي وحتى ما لا نهاية علم أنه يغوص حتى تقريباً ثمانية سنة بالنسبة لممارسة الرياضة في البحر طبعاً راح يكون كما قلت لكم درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة تقريب درجة أولى ثمانية غوصات أربع أيام يعني كاملة تقدرون تحصلوا على شهدتكم تقريب درجة أولى كان فيه جانب طبعاً المترجم فيه اطار منظم رياضي بمؤطرين ومدربين يعني رياضة متشكلش خطر لكن هذا الرياضة لازم قموا بها باحترام المحيط وباحترام البيئة البحرية والتنوع بيروجي البحري نغوصوا ما نعفسوش في العشب كما تزيدونيا كين نغوصوا ما نكونوش يعني دخلاء ونكونوش يعني نكونوا ندخلوا في هذا المحيط البحري باحترام معناها من هزوش حويج نقابهم في طعام البحر كانت حيوانات أو نباتات ولا الكوكياج ولا كانت تالي اللي شفتوا بعيني حبي يطلع معه خطبط كامل يعني لازم نحتار من المحيط اللي نغوصو فيه ومنهزو والو من قعر البحر وفي قدر المستطاع منمسوش قعر البحر أو عشب البوزيدونيا اللي هي نبات رئة البحر الأبيض المتوسط متوجده في قعر البحر طبعا منمو ممنوع منع باطن الصيد البحري بالقارورات يعني يعتبر صيد غيقانوني جائر براكوناش طبعا ها كغواصين رح تتوليوا سفراء البحر وأحسن مدافعين وأحسن سفراء البحر هما الغواصين لأنه أمام البعد الجمالي أمام التأمل في خلقه بطي سبحانه من تنوع بيروجي البحري رح تكونوا أنتما أول محبين وأول سفراء للبحر ونحن بحاجة لهذا السفراء شكرا على الاستماع نشوفكم في حصة مقبلة إن شاء الله